تخص النادي الأهلي واللي عمله النادي الأهلي مبارح وسعوده لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي كبير القارة كبير القارة الاسم الكبير شخصية النادي الأهلي قدام الرجاء المغربي على ما لعبه الممتلئ بالجماهير اللي كان عندها كل الحماس في هذه المواجهة النادي الأهلي يدخل فيه هدف مبكر يقدر يجيب ضربة جزاء تضيع بعد مضاع ضربة الجزاء يسجل هدف برقصية رائعة لمحمد عبد المنعم ظروف المباراة أكيد كانت ظروف صعبة كان فيه مشاكل فنية في الملعب وارد كان فيه بعض الأخطاء من موسيماني في التغيرات وارد بس انت ترجع وتشوف النادي الأهلي مستو العظيمة يلعب كويس مايلعبش كويس يلعب بأحسن أداء يلعب بأداء أقل منه هو النادي الأهلي لما الأهلي يخش الكارة الأفريقية يبقى هو البعبع البعبع الوحيد هو اللي يكسب أي فرقة يلعب مع أي فرقة في أي حالة هيقدر يكسب ويصعد الآن النادي الأهلي في نصف نهاية دور أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي وارد جدا يفوز بهذه البطولة للعام الثالث على التوالي وارد جدا خاصة بعد خروق فريقين في منطقة قوة هما الترجي وساندونز من البطولة الفرصة سانحة أمام النادي الأهلي ليحقق لأول مرة في التاريخ أول فريق في التاريخ يحقق ثلاث ألقام متتالية في بطول الدورة أبطال أفريقيا وارد جدا للنادي الأهلي يعمل ده مش هسرح أوه في الأمور الفنية مبارح بس عندي ملحوستين الأولى بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني ماينفعش مخلوق مشجع في مصر وخارج مصر مشجع للنادي الأهلي أو مش مشجع للنادي الأهلي يقول إن الراجل ده مش ناجح لقدر الله لا لا راجل ناجح جدا راجل قوي جدا راجل أفهام شغله كويس جدا ماينفعش تقول على مدرب كاسباني اتنين دورة أبطال أفريقيا واصل لمركز التالي في كاس العالم الأندية مرتين ماينفعش تقول على مدرب عمل إنجازات عديدة مع النادي الأهلي في فترة قال إليه إنه مدرب مش ناجح بس مش عيب إنك تشاور تقول لا لا التغييرة دي ما كانتش مزبوطة الطريقة دي ما كانتش صح ده اللي حصل تقريبا في الشوت التاني شوت التاني تغييت أيمن أشرب بحسين الشحات كل الناس هوا بتفرج على المباراة فتحت بقها وهيت إيه ده هو عمل كده ليه هو بيتراجع أو كده ليه رجاء فرقة مش قوية آه رجاء اسم كبير في القرى الأفريقية ولكن الفرقة الحلية للرجاء مش قوية جدا يعني لها لأفضل أفضل بفارق شاسع يعني مش فارق قليل فأنت ليه تتراجع قوي فالناس اديقت واحد تغييراتك أثناء المباراة بعد هذا التغيير كان عليها كثير من علامات الاستفام أبرزهم طبعا صلاح محسن ليه صلاح محسن اللي بقاله أكتر من أربع شهر ما بيلعبش يلعب مباراة صعبة وفي ظروف صعبة زي دي فالتغييرات غريبة لما حاب يعدل مرة أخرى لما محمد عبد المنعم خد انزار وخرج محمد عبد المنعم ولعب مرة أخرى بتلاتة اربعة تلاتة كان التغيير بسبب إنه فيه لاعب عنده انزار ودي برضو علامة استفام ومش كل لعب يبقى عنده انزار المفروض يخرج هي دي طريقة موسماني شفتوها قبل كده مع ايمان ناشف شفتوها مع عليو ديانك وشفتوها مع حمدي فتحي وشفتوها مع محمد عبد المنعم أخيرا أي لعب بياخد انزار بيقلق موسماني يقول لك يخرج بس ده مش المنطق وده مش الطبيعة دي نقطة نقطة التالتة إنه تغيير طريقة اللعب كتير مش حاجة مستحبة ومش حاجة موجودة في العالم كله من فعش ألعب مباراة 4-2-3-1 ألعب مباراة اللي بعدها 4-3-3 بعد كده 3-4-3 وممكن ألعب 4-2 التغيير الكتير في طريقة اللعب أكيد بيلبخ أي لعب بيلغبطه بيلغبطه ليه؟ عشان حالكم تبقوا فاهمين برضو اللي بيحصل في التدريبات كل لعب في مركز معين بيبقى ليه مربعات في الوحدات التدريبية في التمرين بيشتغل عليها أماكن مساحات معينة بيشتغل عليها لما أنت كل شوية غير له المساحات دي بيطلغبط يعني بيرستاو مرة جنيح مرة مهاجم حمدي فتحي مرة يلعب وراء في التلاتة ومرة يلعب قدام في 4-3-3 في نص الملعب حسين الشاحات يمين حسين الشاحات الشمال طاهر محمد طاهر يلعب جنب بيرستاو مهاجم ولا يلعب كجنيح تغييرات كتيرة في العناصر وفي طريقة اللعب دي نقط يعني ممكن تحط عليها إيه؟ علامة بس لكن ده مش ضعف للنادي الأهلي مش أزمة مش مشكلة مش مدرب سيء طبعا بيتسو مسماني طبعا مدرب كبير وعظيم طبعا بس لما بنقول الكلام ده بنقوله ليه؟ عشان حضرتك نفسك لما لقدر الله بيتسو مسماني يخسر مع النادي الأهلي ولا يبقى فيه مشكلة ونتلع نقول إن النهاردة كان في حاجة غلط هتيجي تقول إيه؟ آه وعشان يتغلب بتقول كده ولما كان بيكسب ما كدش بتقول كده لا احنا بنقول في المكسب قبل الخسارة عشان احنا شايفين إن النادي الأهلي دايما هو كبير الكارة هو أهم فريق في الكارة مش بنقول كده عشان هو ممثل مصر لا احنا بنقول كده عشان كورة وفنيا على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجهاز الفني أفضل مدير فني في الكهر الأفريقية اللي قاد على الدكة بره ده أنت أفضل من كل اللي موجودين فلما تنزل أي مباراة ذهاب أو إياب على ملعبك أو خارج ملعبك تلعب بمنتهى القوة زيك زي منشستر سيتي أو منشستر سيتي مثلا في أوروبا أو الليفربول لما بيلعب في أرضه أو خارج أرضه بيعمل إيه؟ بينزل فارج سيطرته على أي فريق بيهاجم من أول دي هو اللي بيضغط حتى لو بيلعب في أي مكان في العالم مش لازم يلعب في إنجلترا ده الأهلي ده تصورنا في الأهلي بس هرجع تاني لأهم نقطة النادي الأهلي في أي ظروف بيقدر يكسب ودي شخصية النادي الأهلي دي شخصية النادي الأهلي اللي مش هتلاقيها في أي فريق في القارة شخصية النادي الأهلي إنها النهاردة مش كويس بس شخصيتي وإسمي وتاريخي والتيشرت اللي أنا لابسه كلاعب هتخليني أكسب هذه المواجهة ده النادي الأهلي دي نقطة النقطة التانية وأنا سيبها لوحدها عشان أنا معجب معجب جدا بمحمد الشناوي اسم كبير وعظيم في تاريخ النادي الأهلي هتقول لي ماشي هو العب عظيم طبعا بس يعني ليه حطه في جزء الواحده ليه عامل له توبك الواحده موضوع الواحده عشان محمد الشناوي مش مجرد حارس مرمى رائع هو قائد حقيقي للنادي الأهلي هو قائد حقيقي أنا أقدر أقول من دلوقتي على حكم عشريتي للنادي الأهلي على مدار تاريخه والكرة المصرية على مدار التاريخة اللي أنا عشته يعني واحد من أفضل الكباتن اللي جون في تاريخ النادي الأهلي واحد من أفضل الكباتن اللي جون في تاريخ النادي الأهلي مبارح كان قيادة كبيرة في الملعب تهدئة للأجواء في الملعب قبل المباراة تصريحاته الزكية المحترمة اللي بيقول فيها أن المباراة بين 11 اللاعب و11 اللاعب وأن الرجاء المغربي والشعب المغربي استقبلوا النادي الأهلي أفضل استقبال عشان يهدي الأجواء يهدي الوضع ده القائد ده اللعيب القائد ده اللعيب النموذج اللي نحب نشوف كل اللعيبة شبهه ده محمد الشناوي حط بقى استفاته الشخصية دي على جم تعال بقى على استفاته الفنية محمد الشناوي في ظروف كتيرة ممكن النادي الأهلي يواجه فيها بعض الصعوبات في أرض الملعب هو سمام أمان رائع دائما فرستين ثلاثة جمعة النادي الأهلي مبارح في منتهى الخطورة محمد الشناوي موجود ما تقلقش العب مش قوي بس محمد الشناوي موجود محمد الشناوي يقدر محمد الشناوي هيعدي محمد الشناوي هيمنع الكرة تدخل المرمى كل التحية لمحمد الشناوي بالتأكيد التحية الأكبر للنادي الأهلي واسم النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي متفائل جدا للنادي الأهلي يفقوز بالبطولة الثالثة على التوالي في دورة أبطال أفريقيا بهذا الجهاز الفني بقياد بيتسو موسيماني المدرب الكبير وهؤلاء اللعبين الرائعين اللي هم أفضل تشكيلة ما بين كل الفرق اللي موجودة في دوري أبطال أفريقيا فنيا ورقميا ممكن بقى تلف وتشوف كل حاجة هتعرف أنه النادي الأهلي هو أفضل فريق مش بنقول كده عشان ما نتحدث عن ممثل مصر فقط ولكن نتحدث فنيا أنه الفريق الأفضل في هذه البطولة